مشروعات بقى على كل حاجة اللي هو بتتكلم على الصعيد الزراعي على الصعيد الصناعي على صعيد تحليل المية ومعالجتها على صعيد قوتنا المسلحة ورفع كفائتها وتحدثها ودم قطع جديدة دائما ووووو الى اخر وعلى الصعيد الاقتصادي كشفات الغاز على صعيد زي ما كنت قولك الصناعي ان انت يبقى فيه عندك اكتر اظن من 30 مجمع صناعي الاخ 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 بس كمان انا دايما بحب ان انا اتكلم على مسألة الانجاز السياسي خلال 8 سنين وهنا بفتكر انه اول زيارة خارجية عملها في خامة الرئيس ولازم تفهم ده كويس وتفهم الاشارة الواضحة اول زيارة خارجية عملها في خامة الرئيس كانت لفين كانت للجزائر اي افريقيا وافريقيا كانت بعدت عننا وبعدنا عنها للأسف لسنين طويلة وكان خطأا فادحا فييجي في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 نصف 2014 نصل الى بدايات 18 تكون مش حسنت علاقتك مع قرتك استعدت القرى بالكامل والقرى استعادتك بشكل شديد الوضوح فكان وقتها بتتعمل الانتخابات بتاعت رئاسة الاتحاد ومصر وقتها خدت التصويت بالاجماع وترأس وترأس فخامة الرئيس وقتها الاتحاد الافريقي طيب داني بكلمك على افريقيا واظن واضح جدا نتحدث دائما عن الملف الفلسطيني ومركزية هذه القضية بالنسبة لنا لذلك وما قامت بمصر عن المدار السنوات الماضية في تقريب وجهة النظر ما بين الفصائل الفلسطينية وتقييد اي شكل مشكلة الصراعات اللي ممكن تكون ايما ما بين اخواننا الفلسطين وبعضهم البعض بل وايقاف ودعم لمسألة وقف اطلاق نار وتهديئات ما بينهما بين الجانب الصيوني الى اخر طيب وماذا عن العراق وماذا عن سوريا وماذا عن ليبيا والدور العظيم اللي لعبته مصر لاجل استقرار الشعب او الوطن الليبي وامان واستقرار الشعب الليبي على كامل اراضي وده هي رجعني على الكلمة اللي كنت بقوله لك في اول حلقة ولا بقوله دايما مصر تتعامل دائما بالمفهوم الاخلاقي ولا مصلحة لها ولا اي حاجة من وراء اي شيء بتقدمه سواء اذا كان للمنطقة العربية او لافريقيا سوى ان تستقر البلاد وان تأمن الشعوب شر اي شيء يكون بيحصل في هذه الدنيا وبدأت الدولة في مصر من تلاتين ستة وانت طالع تتحرك والجيش يتحرك علشان يقضي على الارهاب اللي في سينة الارهاب اللي في سينة ده ما كانش بيهدد مصر بس ده بيهدد كل شبه الجزيرة بيهدد الشام بيهددنا طبعا وبالتالي بيهدد ان احنا موجود نفس الجامعات هي موجودة في ليبيا ده المسألة ممكن تمتد وتصلوا انت عارف اللي كان بيجرى في تونس يا خبرة بيهدد هل سوف تعاني الجزائر من جديد لا يمكن نسمح بذلك إلخ إلخ مصر بجيش مصر وطبعا رئيس مصر هم حاموا المنطقة العربية والعالم من الإخوان والجماعات المنضوية تحت نفس اللواء أو المنضوية تحت نفس المظلة الفكرية خلصت بدأت مصر تشتغل بمنتهى الجدية بل وبمنتهى التأثير العميق حتى الجزور في تصفير مشاكل المنطقة بالكامل مش تصفير مشاكل مصر بس المنطقة بالكامل رئيس دايما كان يتكلم على إيه إحنا عاوزين الإقليم بالكامل مستقر عاوزين الإقليم بالكامل هادئ مصر شالت هذا الهم على كتفها وأظن من الواضح وحتى هذه اللحظة أنها دايما كانت بتجيب جون صفرت مشاكلها صفرت مشاكل المنطقة قضت على التنظيم المسلح الأكبر والأقوى في العالم وقضت على محاولات سيطرته على المنطقة العربية بالكامل قدت على محاولات سيطرته على الأقل في الشمال الإفريقي بالكامل مش أقولك حجمته قضت دي مصر وعليه أقولك دايما ركز في كل الملفات لا تنظر بعين واحدة لا تحب ولا تكره لا السياسة ولا الاقتصاد لها أي علاقة بالمحبة والكرهة